اشتركوا في القناة يعني هيجي لي كم سؤال وإيه طبيعة الأسئلة فعلى بركة الله نبدأ هذه عندي هنا مواصفات الورقة الامتحانية أربع أسئلة هنصححها من 24 وهنقسمها على 2 يعني الناتج هيبقى 12 السؤال الأول اختيار من متعدد 6 فقرات يعني ممكن يجيب لي اختيارات أو ممكن يقول لي أكمل وممكن يجيب لي اختار ما بين الأقواص كل فقرة عليها درجة وتلات أسئلة مقالية كل سؤال ألف وباء كل سؤال برضو عليه 6 درجات يعني أحيانا بيجي الخلط مع المتابعة الحسابية الخطأ مع المتبينات وبيأحيانا بيجي التبديل مع المتابعة هنا جدول ظاهر عندنا هو بيقول لي إيه؟ بيقول لي أن الدرجة الكلية من 30 وأن هي الصغرى من 15 أعمال السنة 10% 3 درجات ودرجة امتحان نصف العام 40% اللي هي 12 درجة الزمن بتاعنا ساعتين برضو الكلام ده في الترمي التاني تعالوا بقى نراجع القوانين اللي عندنا ونشوف إحنا درسنا إيه؟ إحنا عندنا خمس أبواب زي ما اتفقنا الباب الأول التقريب والخطأ الباب الثاني عندنا المسج والخلط الباب الثالث البرمجة الخطية الباب الرابع المتتابعات الحسابية والهندسية الباب الخامس مبدأ العد فإحنا النهاردة بنقول له الخطأ هناخد حاجة اسمها الخطأ المطلق اللي هو القيمة المقربة نقص القيمة المضبوطة والخطأ النسبي هنقسم اللي طلعي الخطأ المطلق على القيمة المضبوطة وأحيانا في بعض المسائل ما يدينيش القيمة المضبوطة يجيب للقيمة المقربة يبقى قسم على القيمة المقربة أما الخطأ المئوي فهو الخطأ النسب في 100 طيب نهاية الخطأ نهاية الخطأ المطلق في عدد مقرب لآخر رقم فيه دايما قعدة سابتة بقول له موجة بسالب 5 من الردبة التي تلي لعدد المقرب ناخد أمثلة العدد 725 من 1000 بقول له موجة بسالب 5 وعد الأرقام اللي على الفصلة وحط مكانها أصفار يبقى 1 2 3 حطيه 3 أصفار طيب أنا عندي هنا 45 من 100 يبقى حطي 0 طيب أنا عندي 7 من 10 هحطي 0 1 هنا مفيش عندي فصلة كأن الفصلة هنا مفيش أرقام عشرية يبقى 5 من 10 فقط طيب هنا الأقرب 10 طيب بناخد نصها نصها كام 5 لأقرب 100 يبقى 50 وهكذا طيب تعالوا نشوف تراقم الخطأ لما بندخل الأعداد المقربة في عمليات الجمع والطرح بنجمع الأخطاء المطلقة وهنشوف مثال يوضح القعدة دي أما في عمليات الضرب والقسمة بنجمع الأخطاء النسبية هنروح لأخطاء الخلط والمزج التعريفات دي ممكن تجيني أكمل الخلط هو عملية إضافة مادتين أو عدة مواد صلبة مختلفة أو كميات مختلفة الجودة من مادة واحدة ويسمى الناتج بالخليط وهنعرف إزاي في أشهر حاجة عندي اللي هي الخلطة لما نيجي نصب خرصانة وفيه عندي خليط الشاي لما نيجي نولف أنواع من الشاي عشان نطلع نوع جيد المزج هو عملية إضافة سائلين أو عدة سوائل يبقى هنا يختص بالسوائل ويسمى الناتج بالمزيج ممكن نعمل عصير منجو أو ممكن نعمل نحط نوع أنواع من العطور مع بعض نمزجها مع بعض عشان نطلع نوع جيد طيب السبيكة هي خليط مكون من معدنين أو أكثر يبقى هي زي الخلط ولا زي المزج هي الاتنين أول حاجة بتبقى مزج وبعد كده بتوصل إيه للخلط وتسمى السبيكة باسم المعدن النفيس الموجود بها يعني سبيكة الذهب سبيكة الفضة سبيكة إيه البلاتانيوم أو ممكن يعني حسب المعدن النفيس الموجود فيها عيار السبيكة هو نسبة المعدن النفيس فيها إلى الوزن الكل ده ممكن يجيني سؤال أكمل طيب إيه القانون اللي هنستخدمه في تعيين عيار الذهب أو الفضة عيار السبيكة على 24 قراط يساوي وزن الزهب على وزن السبيكة فأنت أحيانا يطلب منك وزن الزهب هتقول له وزن الزهب يساوي اضرب طرفين فوسطين يبقى عيار السبيكة في وزن السبيكة على 24 أحيانا يطلب مني ثمن الطن أو الأردب أو الكيلو في الحالة دي بتقسم الثمن الكل للخليط كله على عدد الأطنان أو الكيلوات الموجودة برضو هنراجع مع بعض خواص التباين لأي ثلاث أعداد حقيقية ألف وباء وجيم إذا كان ألف أصغر من باء لو ضفت أو طرحت أي عدد تظل علاقة التباين كما هي يعني ألف زائد أو نقص جيم أصغر من باء زائد أو نقص جيم ألف أصغر من باء طب لو ضربت في عدد قال لك تظل كما هي بشرط أن الجيم موجبة أمال هتتغير إمتى لو أنا كان عندي الجيم سالبة هلاقي علاقة التباين من أصغر إلى أكبر يعني إي حل متبينة يعني إيجاد قيم المتغير سين التي تحقق المتبين وطبعا هنا مجموعة التعويض بل مجموعة الأعداد الحقيقية ما لم يذكر خلاف ذلك طبعا الناتج أو مجموعة الحل بيكون على صورة فترات خطوات حل متباينتين من الدرجة الأولى في متغيرين اللي هو عن رسم البياني أو المستوى الدكارتي أول حاجة علامة أكبر وأصغر بتستبدلها بعلامة يساوي يعني بنحول لمعادلة مستقيم هيمثل بيانيا بخط مستقيم في المستوى الدكارتي بنعمله جدول سين وصاد ونختار أعداد بنختار أي نقطة لتقع على المستقيم اللي احنا رسمناه وهنا بنفضل نقطة الأصل لأنه نقطة سهلة في التعوين طب واحد يقول لي لو طلعت نقطة الأصل على المستقيم في الحالة دي أخذ نقطة تانية بعوض بإحداثياتها في علاقة التباين إذا حققت النقطة دي علاقة التباين يبقى المجموعة أو الجهة اللي فيها نقطة الأصل هي الحل يبقى نظل الجانب اللي تقع فيه أما إذا لم تحققه نظل الجانب الآخر طبعا بنكرر ما صبك مع المستقيم التاني ويكون الحل هو الجزء المشترك في التضليل من المستوى خلي بالك بترسم المستقيم متصل إذا احتوت المتابينة على رمز أكبر من أو يساوي وأصغر من أو يساوي وبنرسم المستقيم متقطع إذا احتوت على رمز أكبر وأصغر بس نأتي إلى المتتابعات وهرجع معاك دو وقت المتتابعات الحسابية هعرفك يعني إيه الصورة العامة إزاي بتجيب الأساس الحد العام أو الحد النوني الوسط بين عددين وسط الحسابي المجموع قانون المجموع وعند هنا قانونين واحد بدلالة الأساس واحد بدلالة الحد الأخير تعال نشوف الصورة العامة ألف حد الأول وألف زائد دال وألف زائد اتنين دال لحد لام ولو رجعت بالخلف يبقى لام نقص دال ولام نقص اتنين دال إيه هو أساس المتتابعة؟ دال قيمة أي حد ناقص قيمة الحد الذي يسبقه مباشرة يبقى احنا هنطرح فيه لإيجاد أساس المتتابعة الحد العام الحد النوني بيسوي ألف زائد نون نقص واحد في دال الوسط الحسابي لعددين مجموحهم على اتنين المجموع بدلالة الأساس جيم نون يسوي نون على اتنين افتح قوس اتنين ألف زائد قوس صغير نون نقص واحد في دال افل القوس المجموع بدلالة اللام جيم نون يسوي نون على اتنين ألف زائد لام كده احنا خلصنا القوانين تعالوا بقى نبدأ نحل مع بعض كان يجي لي السؤال ممكن يقول لي قرب العدد 291 ألف و 291 صحيح و 7452 من 10 تلاف بيقول لك ايه با لأقرب وحدة أقرب وحدة هنا يعني أقرب عدد صحيح طب أقرب عدد صحيح اللي هو كان الواحد أشوف العدد اللي قبله إذا كان من مجموعة الأعداد الكريمة اللي بتعطي واحد من خمسة إلى تسعة هنزود واحد إذا كانت من الأعداد من صفر إلى أربعة مش هنزود طب لقينا السبعة هتزود واحد يبقى الواحد دي هتصبح كام اتنين يبقى العدد 292 طب لما يقول لي قرب العدد لثلاث أرقام عشرية أو جزء من الألف ادي رقم اتنين تلات ادي جزء من الألف أشوف اللي قبله اللي قبله كام اتنين هل اللي اتنين بيدي لا يبقى نحزف اللي اتنين ونكتب العدد كله على يسار يبقى نقول 291.745 من ألف أحيانا يجي لك السؤال أكمل الأسئلة الموضوعية يقول لي إذا قرب العدد لأقرب مائة تب فين أقرب المائة أدي المائة هي الاتنين أشوف العدد اللي قبله اللي عدد اللي قبله كام الثمانية يزود واحد يبقى على الاتنين تلات يبقى أنا هختار التلتمية يبقى هنا هيديني بعض الإجابات وهختار منه الإجابة الصحية طب إذا قرب العدد لأقرب جزء من مائة خلي بالك هنا مائة يعني أعداد صحيحة هنا جزء من مائة يعني أعداد إيه عشرية الجزء من مائة الخمسة أشوف اللي قبلها سبعة تزود واحد على الخمسة تبقى ستة يبقى أربعة وستين صحيح وستة وتلاتين أروح للإجابة ألاقيها هي الإجابة دي الصحيح تمام أحيانا يجيني بقى إيه السؤال زي كده برضو قرب لأقرب سنتيمتر يعني الأقرب وحدة زي اللي فاتت هشوف الستة بتدي واحد آه يبقى هنا تسعة أحيانا بقى يجيني تحويلات هو هنا جرام لأقرب كيلو جرام يبقى لازم أحول من جرام إلى كيلو جرام أقسم على ألف الأول لما أقسم على ألف يعني كإني بضع الفصل بعد ثلاث أرقام حقيت الفصل هنا ثم لأقرب كيلو جرام يعني لأقرب وحدة يبقى الأربعة دي هتزود لا يبقى يساوي 78 نفس الكلام للتر برضو هنقسم على ألف ونفس الكيفين أكمل باختيار المناسب هنا نفس السؤال ده لكن أعطيني إجابات وهنا في الحالة دي بيسهل علي لما بكون الأسئلة إيه موضوعية مش مقالية طبعا عشان الوقت برضو هنحاول نروح نشوف سؤال تاني أكمل باختيار المناسب الخطأ المطلق عند تقريب العدد إلى أقرب واحدة احنا بنعمل إيه في الخطأ المطلق احنا بنقرب الأول 84 و2 من 10 يبقى العدد القيمة المقربة 84 طب الخطأ المطلق هنقص هنطرح القيمة المطلقة نقص القيمة المضبوطة يبقى 84 نقص 84 و2 من 10 يبقى سالب 2 من 10 نختاري الإجابة ايه؟ الصحيحة الخطأ المئوي يساوي ايه في الخطأ؟ في 100 هلقي هنا ايه؟ الإجابة الصحيحة الخطأ النسبي نهاية الخطأ المطلق للعدد المقرب احنا قلنا تقريبا كله مش تقريبا ده كله في موجة بوسالب 5 موجودين صح واشوف الاعداد اللي بعد الفصلة كم عدد 3 يبقى الخمسة معها 3 أصفار 1 2 3 يبقى دي الإجابة الصحيحة اما نهاية الخطأ النسبي خلي بالك بتجيب نهاية الخطأ المطلق وتقسم على ايه؟ العدد هنلاقي 63 ده عدد صحيح يبقى موجة بوسالب 5 من 10 على العدد 63 تعالى نشوف بقى سؤالي ممكن يجيني ايه؟ مقالي قرب 48 و 3 من 10 كيلو جرام الى اقرب كيلو جرام يبقى الاول تقريب ثم احسب الخطأ المطلق الخطأ النسبي الخطأ المئوي التقريب خلاص احنا عرفنا هيبقى 48 المطلق اطرح القيمة المقربة نقص القيمة المضبوطة سالب 3 من 10 النسبي هنقصم الخطأ المطلق اللي طلع على القيمة المضبوطة هنطلع الجيب الاية الحسبة ونقسم 3 سالب 3 من 10 هنحط السالب ونقسم 3 من 10 على 48 و 3 من 10 يبقى فصل 3 تقسيم 4 8 فصل 3 واضغط يساوي هيطلع لي عندي 1 على 161 اضغط الزرار اللي هو SD يحولولي الى ايه الى علامة او عشرية خلي بالك هنا في الالة لو انت شايف بيطلع لي هنا سالب 3 يعني معناها بحرك الفصلة جهة اليسار 3 ارقام تبع دي 6 موجودة يبقى حط جنبها صفرين الخطأ المئوي الخطأ المئوي النسبة ضرب 100 اللي طلع نضربه في 100 يعني معناها ان احنا هنحرك الفصلة بايه ما تنساش الفصل الاشارة سالب هنحرك الفصلة 3 ارقام يبقى انا عندي هنا 1 2 3 انا حط الفصلة عندي ايه الست نهايات الخطأ المطلق في عامية الاعداد المقرب احنا قلنا في الجامعة الطرح بنجمع ايه نهايات الخطأ المطلق يبقى انا هجمع هنا عندي رقم بعد الفصلة يبقى 5 من 100 هنا مفيش يبقى 5 من 10 هنا رقمين يبقى 5 من 1000 جمعتهم يبقى 555 من ايه من 1000 النسبي بنقسم يبقى نجيب نهاية الخطأ المطلق ونقسم على القيمة المضبوطة اللي عندي يبقى انا عندي هنا فصلة واحدة رقم واحد يبقى 5 من 100 على نفس العدد 74 عدد صحيح يبقى 5 من 10 على 74 3 برضو هنا رقمين بعد الفصلة يبقى 5 من 1000 قسمت الحاجات دي بالآلة وطلع ايه الناتج جميل نفس السؤال لكن هنا طالب اوجد الحدين الأدنى والأعلى بيقول لي اوجد نهاياته الخطأ المئوي في العدد المقرب 48 اذا كان مقربا لاخر رقم فيه واوجد الحدين الأدنى والأعلى بجيب نهاية الخطأ المطلق ده عدد صحيح يبقى موجب وسالب 5 من 10 الخطأ النسبي نهايته على نفس العدد يبقى اقسم اقسم 5 من 10 على 48 يطلع العدد اجيب نهاية الخطأ المئوي اضرب ده في 100 الكلام ده في 100 يعني احرك الفصلة جهة اليمين رقمين تمام طب الحد الاعلى القيمة المقربة زى دي الخطأ المطلق دي القيمة المقربة اللي عندي كانت كام 48 الخطأ المطلق كام 5 من 10 العلوي نجمع والادنى نطرح هيطلع عندي 48 ونص و7 واربعين ونص جميل او تعالوا نشوف بقى المسج والخلط ونشوف السبيكة ونشوف المساء اللي عنهم عقد من الذهب وزنه 120 جرام من عيار 21 قيرات اوجد وزن الذهب الخالص فيه احنا قلنا وزن الذهب يسوي عيار السبيكة في وزن السبيكة على 24 يعني المية وعشرين اللي عندي في الواحد وعشرين وقسم على 24 واستخدم الالة الحزبة والتبسيط هيطلع عندي 105 جرام طالما العقد ده عيار 21 هنلاقي كمية الدهب فيه اكتر فعلا المية وعشرين جرام فيه دهب خالص كان 105 طب لو كان عيار 18 كان عندي هنا الدهب هيطلع اقل سؤال هنا بقى الاسئلة اللي جاية دي خلي بالك عشان احنا بنعمل جدول يسهل الحل صهر صائغ سبيكتين من الذهب معا وزن وزن الاسئلة 48 جرام وعيار 14 يبقى انت بتعمل جدول الوزن العيار الاولى الثانية السبيكة الجديدة 48 عيار 14 ووزن الثانية 72 وعيار 18 يبقى 72 18 فما عيار السبيكة الجديدة المكونة منهما انت عايز عيار الجديدة دي طب هتجمع الوزن الاتنين دول يبقى 48 زائد 72 120 وهنبدأ نضرب الوزن في العيار للأولى زائد الوزن في العيار للثانية يساوي الوزن في العيار الجديد للسبيكة يبقى 48 في 14 زائد 72 في 18 يساوي 120 في 20 اجدرب واجمع بالآلة وقسم على 120 يطلع عيار السبيكة الجديدة 16 و4 من 10 والتمييز هنا عندي بالقيرات يبقى 16 و4 من 10 قيرات جميل جدا تناخد سؤال ثاني مزج تاجر 40 كيلو جرام بزيت 8 كيلو 75 قرش يبقى هنعمل النوع الوزن الثمن الاول والثاني والمزيج 40 ب75 قرش 60 كيلو ب120 قرش طب الوزن نجيبه ازاي بنجمع الاتنين دول مع بعض 40 زائد 60 100 والثمن الجديد اللي هو هنرمز له بالسين ونفس الطريقة اللي احنا حلناها في التبرين السابق هنقول 40 في 75 زائد 60 في 120 يسوي 100 ضرب 20 وهنضرب 40 في 75 60 في 120 هنجمع ناتج الضرب هيطلع عندي 10 1200 هنقسم على 100 يطلع عندي 8 كيلو جرام من المزيج 102 قرش يبقى انا عندي هنا ايه كان الاولاني كان ب60 والتاني 120 لما خلطناهم مع بعض نقدر نبيع الكيلو بكام ب102 جميل سؤال زيه بالظبط بس هنا طالب النسبة يخلط تاجر نوعين من الفحمة ثمن الطن الاول 38 وثمن الطن من النوع الثاني 56 مش عاطيني وزن فبأي نسبة يخلط التاجر النوعين ليكون ثمن الطن 54 بس هنفرض ان وزن النوع الاول سين و38 وثمن وثمن النوع الثاني صاد و8 و65 يبقى مجموع النوعين سين زائد صاد وهو عايز يبيع ب54 هنمشي بنفس الطريقة هنضرب سين في 38 زائد صاد في 65 يسوي سين زائد صاد في 54 خلي بالك هنا هتفك القوس 54 تضرب ها في سين و54 تضرب ها في صاد وتجمع السينات في جهة والصاد في جهة 54 تروح الحارة الثانية وتغير إشارتها بالسالب 65 صاد تروح الحارة الثانية وتغير إشارتها بالسالب طرحت الاتنين دول بسالب 16 سين طرحت الاتنين دول بسالب 11 صاد أنا عايز أقسم سين على صاد يبقى كأنك هتعمل هتقسم كل مرة على 16 ومرة على 11 يبقى في الحالة دي لما تقول سين على صاد خد عندك المعامل بتاع صاد على معامل سين يبقى سالب 11 على سالب 16 اختصر السالب مع السالب يبقى النسبة اللي عندي 11 إلى 16 يعني معناها إيه معناها ياخد كل 11 طن من النوع الأول يخلط هم مع 16 طن من النوع الثاني عشان يبيع الطن ب54 جنيه جميل جدا نفس الكلام بس هنا برضو في فكرة بيقول لي يكسب 15 ايه في المية يبقى التاجر خلط 20 كيلو شاي 8 كيلو 30 نوع 2 60 8 40 عايز يبيع الكيلو بكام عشان يكسب 15 في المية نفس طريقة الحل نعمل جدول نضرب 20 في 30 زي 60 في 40 يساوي 80 في 20 بعد ما ضربت على الآلة وقسم ثمن البيع 37 30 ونص ونص ثب هو عايز يكسب 15 37 ونص ده مكسب 100 بس طب لما يقول له 15 أزود على المية 15 يبقى 115 في المية يبقى ثمن البيع ثمن الكيلو 37 ونص ضرب 115 على 100 يبقى يطلع عندي 43 واربعين جنيه ومية خمسة وعشرين من الف طب واحد يقول لو كان عايز يخسر يقول لي في حد بيخسر أقول له عنده كمية كبيرة وعايز يصرف كنت أقول له مثلا ليخسر 90 يخسر 10 في المية يبقى هنا ثمن البيع كيام 90 يبقى احنا هنطرح هنقول 100 ناقص 10 يسوي 90 يبقى في حالة لما يقول لي هيكسب كذا هنجمع وفي حالة لما يقول لي هيخسر كذا هنطرح خلي بالكم الجزئية دي ماشي تعالوا شوف تمرين تاني برضو اللي هي بتاع الخرصانة بيقول عندي عند عمل خرصانة مسلحة يخلط مقاول كل اتنين زلط اتنين طن مع واحد الطن من الرمل مع نصف طن من الاسمنت وعطيني بقى ايه الاسعار فانا هعمل نفس الكلام انا عندي هنا وزن وهنا الثمن الزلط اتنين كان الطن مية وعشرين الرمل طن واحد بتمانين الاسمنت ونص كان بتسعمية جمعت الاوزان طلعت تلاتة ونص نفس طريقة الحل اللي احنا عرفناها وبقت سهلة جدول نضرب اتنين في مية وعشرين زائد واحد في تمانين زائد نص في تسعمية يساوي ثلاثة ونص في كام في سين بعد ما بنجمع يطلع عندي السين بميتين وعشرين جنيه يبقى تمن الطن من الخرصانة كان بميتين وإيه وعشرين جنيه جميل جدا نأتي بقى واحد اصغر من 11 ومثل الحل بيانيا احنا بنعمل ايه زي المعادلات بنفصل السينات في جهة والاعداد في جهة هنودي الواحد الحارة التانية وهنغير اشارته يبقى 11 ناقص 11 دائما نقسم على معامل المجهول نقسم على الاتنين يبقى سين اصغر من خمس سين اصغر من خمس هنا ناحية اكبر من وهن ناحية اصغر يبقى هنا مجهب ما لا نهاية وهنا سالب ما لا نهاية هو كان ايه خلي بالك لما يكون عندي اكبر من واصغر من الفترة بتكون مفتوحة لما يكون اكبر من او يساوي واصغر من او يساوي الفترة هتكون مغلقة يبقى خلي بالك من الجزئية دي طيب هو عندي اصغر بس يبقى الفترة مفتوح ودائما الفترة تكتب من اليسار الى اليمين يعني ابدأ من اليسار الى اليمين طب عندي اصغر من خمس يبقى من سالب مالا نهاية الى خمسة مفتوح يبقى مجموعة الحل سالب مالا نهاية ايه وخمس جميل او تعال نشوف سؤال متبينة سينزا اتصاد اكبر من او ساوي ثلاث تعال نشوف الخطوات اللي احنا قلناها في البداية نشيل علامة التباين ونحط يساوي بقى مستقيم طب المستقيم ده في ايه في علامة التساوي يبقى نقول له متاصلا ونعمل جدول ناخد قيم لسين وقيم لصاد خد صفر وسالب واحد وبقى بواحد عوض عن سين بصفر يبقى الصاد هتساوي كام؟ ثلاث عوض عن السين بسالب واحد وديها الناحة التانية يبقى الصاد باربع عوض عن السين بواحد وديها الناحة التانية بناقص يبقى السين باثنين طلع عندي ثلاث نقاط بعد مرسم المستوى الإحداثي الأفق السينات والرأس الصدات أخذ النقطة الأولى 0 و 3 هتقع على المحور الصادي طالما إحداثياتها بصفر سالب 1 و 4 في الربع الثاني أدي سالب 1 قدام الأربعة 1 و 2 في الربع الأول أدي السين ب 1 و الصاد ب 2 وأوصل ولازم يطلع عندي على خط مستقيم طب واحد يقول لي لو مطلعش خط مستقيم أقول له بقى حلق خطأ طب أنا عايز أعرف بقى أي جهة المستقيم ده أسم المستوى إلى جزئين أي جهة هو الحل قالك بنعوض بالنقطة 0 و 0 النقطة الجميلة الحلوة دي نقطة الأصل في المتبينة سين بصفر صاد بصفر يبقى صفر أكبر من أو يسوي 3 هل الصفر أكبر من 3 طبعا لا يبقى أقول له غير محقق يعني الجهة اللي فيها صفر و صفر ليست يا مجموعة الحل أمال إيه قالك الجهة الأخرى يبقى أنا هاخد إيه أخطط هنا عندي إلى هذه الجهة وأقول له دي كانت مجموعة الحل طيب تعالوا نشوف لو عطاني لو عطاني إيه متبينتين مع بعض هنعمل فيهم إيه نفس الطريقة نمسك الأولاني نشيل علامة التباين و نحط يساوي بقى مستقيم طب المستقيم ده في عندي هنا علامة تساوي لا يبقى هقول له نرسم المستقيم منفصلا أو متقطعا يعني أي كلمة تقولها مظبوطة طيب و نعمل جدول هنختار أعداد خدت عندي صفر و خدت عندي سالب نص و خدت واحد سيم بصفر يبقى الصد بسالب واحد خدت السيم بسالب نص لما جيت عوضت هنا طلعت عندي سالب واحد ودتها النحية التانية ماشي بقت موجة بواحد مع سالب واحد طلعت عندي بصفر أنا ليه حطت هنا عشان يطلع لي هنا أصفار أقدر أمثلها بسهولة على إيه المستوى سيم بواحد طلعت عندي بسالب تلاتة تمام لما عوضت هنا باثنين وديت الحارة التانية يبقى الصد بسالب تلاتة سالب تلاتة ودي الواحد وسالب تلاتة يبقى في الربع الرابع طب هو قال لي ارسمه متقطع يبقى رسمته متقطع ولسه هشوف التحقق بتاعه أقول له أعوض عن السيم بصفر والصد بصفر يبقى الصفر أصغر من سالب واحد الصفر أصغر من سالب واحد هل الكلام ده صحيح أم خطأ طبعا غير محقق الصفر أكبر من السالب يبقى لما اقوله النقطة صفر وصفر ليست هي في جهة الحل يبقى جهة الحل ايه الجهة الاخرى تعالوا نسم المستقيم التاني هشيل علامة التباين وحط مكان هيساوي في عندي هنا اكبر من او يساوي يبقى المستقيم متصل هعمل جدول هاخد صفر واخدت مرة 3 على 2 واخدت 1 السيم بصفر يبقى الصاد ب3 لما اخد ديه 3 على 2 هيقبى الصاد بصفر لما السيم بواحد الصاد بخمسة ورسمت ادي صفر وثلاثة صفر وثلاثة على المحور الصادي 3 على 2 يعني واحد ونص واحد ونص وصفر على محور الصينات واحد وخمسة ورسمت المستقيم متصل وهقوله التحقق هعوض عن السيم بصفر والصاد بصفر يبقى الصفر اكبر من او يساوي التلاتة هل الصفر اكبر من تلاتة؟ لا اقوله بقى غير محقق طالما غير محقق يبقى الجهة اللي فيها صفر وصفر ليست الحل بختار الجهة التانية لاحظ بقى حاجة ان هم تقاطعوا مع بعض في هذه الجزئية يبقى نقوله دي هي مجموعة الحل جميل جدا كده احنا ماشيين وخلصنا كده البرمجة الخطية تعالوا بقى نشوف محل مسائل على المتتابعات الحسابية خلي بالك القوانين اللي عندك تعالوا ناخد السؤال الاولاني بيقول لي ايه اوجد الحد التاسع عشر يبقى عايز حد سعتاشر من المتتابعة واحد تلاتة خمسة سبعة اول حاجة عندي الحد الاول اللي هو الف بواحد تب الاساس بطرح اي حد نقص الحد السابق له بباشرة يبقى تلاتة ناقص واحد يسوي كام اتنين يبقى انا جبت الاساس هو عايز حد سعتاشر حد سعتاشر يعني الف زائد تمنتاشر دال لانك انت عندك الحد النوني او الحد العام بيسوي الف زائد نون ناقص واحد مضروف في دال عوضت عن الالف بواحد وعن الدال باثنين يبقى واحد زائد تمنتاشر في اتنين طلع عندي سبعة وتلاتين تعال نشوف السؤال الثاني اوجد رتبة الحد يعني عايز نون الذي قيمته ستة وتسعين من المتتابعة واحد ستة احداشر نفس الكلام تعال بقى نشوف عطيك الحد النوني بستة وتسعين وعطيك المتتابعة تقدر تجيب الحد الاول والاساس الالف بواحد الاساس اطرح اي حد ناقص الحد السابق له يبقى ستة ناقص واحد بيسوي كام خمسة يبقى انا عندي الاساس بخمسة اكتب الحد النوني اللي هو الف زائد نون ناقص واحد في دال اشيل حه نوني وحط ستة وتسعين الالف بواحد والدال بخمسة افق القوس خلي بالك اضرب خمسة في نون وخمسة في سلب واحد ودي الاعداد دي واحد ناقص اربعة ناقص خمسة هيطلع اربعة وديهم النحية التانية بالموجة باربعة يبقى ستة وتسعين زائد اربعة هيطلعوا مية المية هيسوي خمسة نون دائما نقصم على معامل المجهول نقصم على خمسة يبقى النون هنا عندي ايه عشرين يبقى الحد الذي رتبته كان عشرين قمته ستة وتسعين هو عطيني هنا قمته وعايز الرتبة بتاعته يبقى انا عندي هنا ايه رتبة هذا الحد كان عندي كام عشرين تعالى ناخد سؤال تاني بيقول لي اوجد الوسط الحسابي ازاي بنجيب الوسط الحسابي الوسط الحسابي العددين مجموحهم على اتنين يعني هجمع اربعة زائد اتنين وعشرين ستة وعشرين على اتنين فها كام فها تلتاشر طيب سؤال تاني هنا بقى يعني بنعلم في الاسئلة ادخل ثمانية اوساط حسابية بين العددين ثلاثة وواحد وعشرين تعال نشوف في قاعدة هنمشي عليها عدد الحدود هيسوي اتنين اللي هو لقلت لك بينهم زائد عدد الاوساط يبقى انا عندي اتنين زائد تمانية عشر يبقى انا عندي هنا عدد الحدود عشرة يعني الحد الاخير ده هو تلام ده الحد العاشر وهو ده اللي هيفتح لي القصة انا عندي الحد الاولاني ماشي طب انا ما عنديش دال اقول له تعالى بقى نكتب الحد النوني اللي هو حان عشرة الف زائد تسعة دال يساوي كام واحد وعشرين شيري الالف وحط تلاتة يبقى تلاتة وديها الحرة التانية يبقى تسعة دال هسوي تمنتاشر قسم الطرفين على معامل دال تسعة يبقى الدال باتنين يبقى انت جبت مين كده الاساس هل تقدر تجيب الاوساط اما انت بتضيف المتتبعة الحسابية بنضيف الحد الاول زائد الاساس يطلع الحد التاني اللي هو الوسط الاول يبقى تلاتة زائد اتنين كام خمس كل مرة زود اتنين سبع تسع حداش لحد ما نوصل لتسعتاشر هنلاقي دول تمن اوساط لو عدناهم يبقى ايه الحل خلص بتاع الاوساط جميل جدا تعالى نشوف سؤال اخر ادخل اتناشر وسط حسابي بين نفس السؤال اللي فات بس هنا كان تماني هنا اتناشر بس هنا ايه تعالى نشوف هو طالب ايه هنا زيادة مجموع المتتابعة الحسابية يبقى هنا هنقول له عدد الحدود اتنين زائد العدد الاوساط القاعدة اللي قلنا عليها يبقى اتنين زائد اتناشر اربعتاشر يبقى الحد الاخير ده حه اربعتاشر حه اربعتاشر يساوي الف زائد تلاتاشر دال هنساويه بالتسعة وعشرين الالف بكام اللي هو بتلاتة حد الاول ود الحارة التانية اطرح تلاتاشر دال بستة وعشرين قسم على تلاتاشر يبقى الدال باتنين يبقى انا طلعت الاساس هاتلي الجزء الاول الاوساط اجمع الاتنين دي على ايه الحد الاول اتنين زائد تلاتة خمسة سبعة تسعة هو عايز كيام اتناشر هوصل لعندي سبعة وعشرين لو زودت اتنين كمان هيطلع لك الحد الاخير يبقى انت كده حلك ايه جميل هو عايز ايه بقى مجموع المتتابعة دي انا عندي الحد الاول وعندي الاساس يبقى استخدم القانون الاول جيمة اربعتاشر يساوي نون على اتنين افتح قص كبير اتنين الف زائد نون نقص واحد في دال عوض بقى النون بكام اربعتاشر الالف بتلات اربعتاشر نقص واحد بتلاتاشر الدال باتنين عمليات ضرب اتنين في تلاتة بستة تلاتاشر في اتنين بستة وعشرين مجموحهم اتنين وثلاتين اربعتاشر على اتنين في السبعة اجمع اضرب بقى واجمع يبقى سبعة ضرب اتنين وثلاتين طلع عندي مجموع المتتابعة ميتين اربعة وعشرين تعالى نشوف سؤال اخر هنا بقى برضو عايز يكون المتتابعة بس مش عاطيني لحد الاول وعاطيني الاساس عاطيني قيمة احد ايه الحدود بيقول لي متتابعة حسابية حدها الثاني سبعة يعني حاية اتنين بسبعة وحدها الرابع خمستاشر يعني حاية اربعة بخمستاشر اوجد المتتابعة الحسابية ومجموع العشرة حدود الاولى منها تعال نشوف اقول له حاية اربعة يعني الف زائد تلاتة دال بيسوي خمستاشر حاية اتنين يعني الف زائد واحد دال بيسوي سبعة سمي دي معادلة واحد ومعادلة اتنين وهنجمعهم مع بعض نرجع للصف التالت عددي بنعمل ايه بنغير اشارات اللي تحت واجمع الالف تروح مع الالف تلاتة دال نقص دالي بقى اتنين دال خمستاشر نقص سبعة تمانية بنقسم على معامل الدال يعني الدال هتطلع باربعة طب انا محتاج الالف اروح اعوض في معادلة منهم اعوض في السهلة في اتنين عن الدال بكام اربعة يبقى الالف تنزل اشير الدال وحط اربعة ويسوي سبعة طلع ود الحارة التانية يبقى الالف هتسوي كام تلاتة انت جبت هنا كام الالف والدال لو قالك كون المتتابعة اقوله المتتابعة بسيطة جدا هقوله الالف كام بتلاتة وزود عليها اربعة يبقى سبعة زود اربعة يبقى احداشر زود اربعة خمستاشر الاخ هو عايز مجموعة عشر حدود يبقى نوم بكام بعشر اعوض في القانون الاولاني عشر على اتنين النوم بعشرة في اتنين الالف الالف في تلاتة ونوم نقص واحد يبقى تسعة الدالب اربعة قسم اضرب اتنين في تلاتة بستة اربعة في تسعة بستة وثلاثين اجمع واضرب في الخمسة يطلع عندي ميتين وعشر برضو مع المتتابعات الحسابية وهنحل سؤال اوجد مجموع العشرة حدود الاولى من المتتابعة الحسابية هنا عطيني المتتابعة سبعة تسعة حداشر يعني نقدر طلع الحد الاول وطلع الاساس الحد الاول كام سبعة تب الاساس بنعمل اي دال بنطرح اي حد ناقص الحد السابق له مباشرة يبقى انا عندي تسعة ناقص سبعة كام اتنين يبقى الاساس اتنين طب هو عايز مجموع العشر حدود يبقى نون بكام بعشر هنستخدم القانون مين الاولاني برضو يبقى هنقسم ونطرح ونجمع ونعوض النون بعشرة الالف بسبعة نون نقص واحد بقى التسعة الدال باتنين قسمنا يبقى خمسة ضربنا اربعتاشر ضربنا تمنتاشر جمعنا اتنين وثلاثين ضربنا مرة تانية طلع عندي مية وستين يبقى مجموع العشر حدود الاولى من المتتابعة دي طلع عندي كام مية وستين تعال نشوف سؤال فيه فكرة تانية اوجد عدد حدود المتتابعة الحسابية التي حدها الاول سبعة وحدها الاخير تلاتة وتسعين ومجموح حدودها خمسمية طلع معطياتك في الهامش او المسودة اللي على اليسار الحد الاول يعني الف بسبعة الاخير لام بتلاتة وتسعين جيم نون بخمسمية هو عايز نون عايز عدد الحدود اللي هيطلع لي عشرة طيب اكتب القانون التاني بقى هنا القانون التاني هو اللي هيمشي معانا جيم نون يسوي نون على اتنين افتح قوس الف زائد لام شيل جيم نون وحط خمسمية شيل النون وحط كام ما تشيل نون خليها زي ما هي لان هي المجهولة شيل الالف وحط سبعة شيل اللام وحط تلاتة وتسعين اجمع دول بمية اختصر الاتنين مع المية خمسين يبقى النون انقسم خمسمية على خمسين طلع عندي عشر حدود يبقى انا في الحالة دي عملت ايه طلعت عدد الحدود واستخدمت القانون ايه التاني جميل جدا تعالوا نشوف مع بعض احنا عملنا ايه لحد دلوقتي عشان نحل ايه تماريد ونقول هنركز على اللي احنا شرحناه من شوية طيب عملنا ايه خليك معاين احنا عندنا خمس ابواب رجعنا دلوقتي على التقريب والخطأ تقريب والخطأ تقريب والخطأ عندي المزج والخلط المزج والخلط عندي البرمجة الخطية وعندي المتتابعات الحسابية عايز اخد سؤال واشوف هنعمل ايه دلوقتي نحل ونقول احنا شرحنا لكم ايه عشان نركز احنا قلنا هنراجع ان شاء الله المنهج بتاعنا على الحلقتين الحلقة الاولى هنراجع فيها التقريب والخطأ والمزج والخلط والبرمجة الخطية والمتتابعات الحسابية في الحلقة التانية ان شاء الله هنراجع المتتابعات الهندسية ومبدأ العد والتبديل والتوافيق طيب انا عندي لما يجيني سؤال على التقريب ارجع لك مرة تانية التقريب بتعمل ايه تعالي نشوف اتنين وخمسين فاصلة سبعمية اتنين وتمانين من الف بيقول لي قرب الى جزء من ماء ادي اجزاء الماء واشوف اللي قابله اللي قابله كان كان اتنين اللي اتنين هنا ما بيقربش يبقى اقول له اتنين وخمسين وتمانية وسبعين لأقرب جزء من ماء جميل جدا طيب قلنا بعد كده عندي الخطأ المطلق والخطأ النسبي وترقم الخطأ جميل وبرضو خدنا بقى المسج والخلط وعيار السابق هيجيلي هنا سؤال برضو خليك معي هيجيلي سؤال يقول لي من اسباب المسج والخلط ايه من اسباب المسج ايه والخلط او فوائد المسج والخلط هو انا اقول له ايه اقول له عشان ممكن ترشيد النفقات ممكن ان انا لما عملت طن الخرصانة كان احيانا طن الاسمنت مثلا بتسعمية طلع طن الخرصانة ماتين وعشرين لما وبرضو المين للصلابة ماينفعش ان انا اعمل اسمنت بس او رمل بس لما حطيت الاسمنت مع الرمل مع الزلط طلع عندي ايه الصلابة برضو عندي ممكن لما اخلط النموع من الشاي يطلع عندي جودة يبقى انا عندي هنا لتقليل التكاليف للجودة للصلابة كل دي من اسباب ايه المزج والخلط طيب اه برضو راجعنا عن عيار السبيكة ازاي ان انا لما يجيب لي اه سبيكتين مع بعض وطلع عيار السبيكة الجديدة او عايز اجيب وزن الذهب الخالص من ايه السبيكة او من العقد اللي عندي ايضا اتكلمنا على المتبينات وعرفنا متبينة من الدرجة الاولى في متغير واحد ومتبينة في ايه متغيرين طيب لو كانت في متغير واحد اللي هي سين بس مجموعة الحل فترة على خط الاعداد طيب اذا كانت المتبينتين او متبينة في مجهولين سين وصاد مجموعة الحل ايه جزء من المستوى والمستوى عندي الخط المستقيم بيخصم المستوى الى جزئين انت بتعوض بنقطة عندك ونقطة الشهيرة اللي احنا بنتكلم عليها هي نقطة الاصر بنعوض عليها اذا حققت المتابينة اللي عندي فباخد الجزء ده اقول له ايه هو مجموعة الحل اما اذا لم تحققه في الحالة دي اقول له ايه الجزء الاخر برضو مشينا على كمينا على ايه متتابعات لابد اننا عارف الصورة العامة للمتتابعة الحسابية الحد العام الرموز اللي عندي يعني ايه حد اول يعني الف يعني ايه اساس يعني دال يعني ايه الحد العام حهنون يعني ايه مجموع جيم نون يبقى نفرق بين حهنون وجيم نون ونون نون هي ايه رتبة الحد حهنون قيمة رتبة الحد جيم نون مجموع الحدود مجموع الحدود طيب كده احنا خلصنا المراجعة بتاع الجزء ده وبرضه اقولك شكل الاختبار مرة تانية شكل الاختبار عامل ازاي؟ اربع اسئلة سؤال موضوعي من ست فقرات كل فقر عليها درجة وتلات اسئلة مقالية كل سؤال عليه ست طب اربعة في ستة باربعة وعشرين احنا بنصحح من اربعة وعشرين ونقسم على اتنين يبقى الدرجة عندك من اتناشر مع التلاتة اللي في اعمال سنة يبقى كام خمستاشر درجة دي نص الدرجة النهائية بتاع الرياضيات احنا عندنا من ايه؟ من تلاتين تعالوا نشوف عندنا هنا مسائل ونحل مع بعض مسألة تانية بيقول لي هنا ايه؟ ممكن يجي لي يعني هنحل مع بعض ونشوف مسألة مسألة محلول ايضا ممكن يجي لي اسئلة اكمل وممكن يجي لي اسئلة اختيار من المتعدد وممكن يجي لي اسئلة ايه؟ صلب بين المجموعات تعالوا نشوف السؤال بتاع صلب المجموعات بيقول لي الوسط الهندسي بين العددين سين وصاد هو واحد تلاتة خمسة سبعة هي وزن المعدن النفيس الى وزن السبيكة اتنين اربعة تمانية ستاشر هي والعمود رقم با بيكون موجود عندي متتابعة حسابية مجب وسالب جزر سين فصاد متتابعة هندسية عيار السبيك هللاقي الوسط الهندسي بين عددين اللي هو مجب وسالب جزر سين فصاد طب واحد تلاتة خمسة سبعة يا دي متتابعة بس يطرح حسابية ولا هندسية اقول له اطرح تلاتة نقص واحد اتنين خمسة نقص ثلاثة اتنين اه دي حسابية طيب وزن المعدن النفيس الى وزن السبيكة اكيد ضعيار السبيك طب اتنين اربعة ايه اللي باقي باقي متتابعة هندسية والخطأ المطلق اقول له لا دي اكيد متتابعة هندسية اقسم اربعة على اتنين تمانية على اربعة ستاشر على التمانية طيب ممكن يجي لي سؤال اختر بين الاقواص الحد السابع في المتتابعة دي هو كام المتتابعة دي حسابية يبقى حاها سبعة يسوي الف زائد الستة دا الالف هو واحد والدال اطرح هيطلع بثلاث ثلاثة في ستة بثمانتاشر زائد واحد يبقى تسعتاشر الحد النوني لمتتابعة حسابية حدها الاول الف واساسها دال يطره وانه قانون فيهم قالك الف زائد الف ايه زائد وجوه ناقص تبدي زائد لكن جوه زائد لا تبدي ناقص لا يبقى ما فيش غير هنا زائد وجوه ايه ناقص طيب هنا دا كله على المتتابعة الهندسية ونشوف سؤال تاني برضو هنا برضو ممكن يجي لي اكمل نقطه وعملية اضافة سائلين او عدة سوائل اخرى الى بعضها السوائل يبقى ايه مزيج يبقى هنا المزج او المزيج عملية اضافة طيب عملية اضافة مادتين او عدة مواد صلبة مختلفة لبعضها مين الخليط طيب مين اللي هو مكون من معدن او اكثر السبيكة طيب عيار السبيكة هو نسبة المعدن النفيس الى ايه الى الايه الوزن الكل او وزن السبيكة من اسباب الخلط والمزج زي ما قلنا ايه هنعمل عندنا الجودة وعندنا الترشيد الايه النفقات وايلا الى هنا تنتهي هذه الحلقة مراجعة اليوم على وعد باللقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته